سوف نتواصل هذه الحلقة مع مون عيم من مكناس مرحبا بك سيمون عيم ضيبك في كاسيدي شكرا جزا سيمون عيم شحله هو العمور ديالك دبا حاليا طالع في ثلاثين حاليا طالع في ثلاثين أخويا مون عيم سيمون عيم بغينا نتشاركه معك القصة ديالك اللي بغيتيت تشاركها معنا من مودة ونت بغيتيت تقسمها معنا كمستمعين ديالك أكيد بالله من مودة كنتظر هذه الفرصة والحمد لله مرحبا بك يا مون عيم بسم الله ربي استجبلي نتمنى ان شاء الله بحول الله نكونوا أقرب للقصة ديالك ومن خلال البوح ديالك نوصلوا ان شاء الله شي نتيجة تكون ان شاء الله زوينة في هذا النور البوح ديالك يا ربي وعندي أصلا ثيقة فيكم سامة بزاف لأنه انتباك لانتوما إدعا مع الوفاد الله يحفظك سيدي لك لاش انا بريت نفتحق لبينيكم مرحبا اخويا مرحبا اخويا بالتواصل ديالك مرحبا اخويا الله يكبر بك انا معك سيدي البداية ديال القصة هي انني كنت اه مهم كنت ازادت من الولدة وكنت لحتني في مراس بطر ديال محمد الخامس في المدنس وكنت يالله على الحيمة يعني على التويت وكنت واحد المؤسسين في ذاك الوقت معروفة تبارك بعضنك اي متخلى عنهم كي يزو يدخلوا لديك المؤسسة والغري في الامر انني انا كنت احداد ديك المؤسسة بطرط في ديك الخيرية يعني في ديك المؤسسة بالباب ديالها ومشيت والا حطاتني احبال بب ديالها وخلاص اه كانوا ضايرين اصلا بيا كانوا ضايرين بيا الكلاب حشا وجهك اه كانوا ضايرين بيا وكانوا كين بحب واحد طريقة يعني اه غريبة اه وانا كنت لشين مفل الوسط يعني كان بامكان ديك الكلاب كانوا ضايرين بيا اي يكلو اه 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 الحمد لله طول ليل عمر والحمد لله انا دا بكر نفق اسم عاكو نقصة لا ان شاء الله اه اه في ذاك الفطرة انا اه يعني عزوني عبروني عرفوا ش حال عندي او انت عارفت انت هاد شي ديال فعلاء الكلاب والقاوات عادش عادش كله كانت واحد الاسسطن سوسيال اللي هي مساعدة اجتماعية في ذاك المؤسسة والنهارلي كنت befثت مشين لقلب على والدية والنهارلي بغيت نجبدل السوجي ديالهم اه يعني العنوان ودك شي ليدات ديالهم ودك شي للإنة ليساف ما لقيت حتى شي حاجة حتى شي ورقة كاتبت بي لأن الأم دي اللي خلت الورقة أو لشي حاجة لأنه كنت مكسن بلايزار بيد ومخلت اللي يتو شي حاجة حتى شي أطر دي لها ما كينش مطبوع في ذيك اللحظة دونك داك شي علاش أنا كانت سماء في هاد السوجي دي الحياتي يعني مجهول هاوية أنا سمي تراسي مجهول هاوية داك شي علاش لا دابوش في هاد السيجيل اللي عندهم تماء في هادك المؤسسة الخيرية فيه باللي را تلقيتي في النهار الفلان الفلاني ها هي الوضعي اللي تلقيتي فيها بس بلا السيجيل عودت لي هاد شي قاتلي يسميته وفعلا يمكن هي كتبتك شي ضنكرة عودتلي اللي كاين قاتلي نتاول ديرها لقينك هاكي داير وكي داير فكش عشان عودتلك هاد القيسة واخا يعني ما جاتش من مخيلات دياني لا 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 مشي علاش أنا زعمة غير زعمة ممكن تكون عارفتها من مساعدين تما ولا الناس الخيرية ولا اللي يجخل لك تما ولا ما عارفش ادوه اهه انا لتوضي يا حتزا بان نتاولي اللي كتو قول دا باو اللي اسمعك يتسأل وف نفس الوقت ايه معلومات تقدر تفيدنا نوصلوا معاكل شي حاجة ارامة في الاسراء ولا شي حاجة ياريت والله زماء ويعني ونهار كدرت ويعني وصراحة كلينا دب انت بني خلي مني حليتي عينيك فمن حليتي عينيك انا حليتي عيني في المؤسسة اهق داك اه حليتي عيني في المؤسسة ما عارفش العملية يعني كيفاش 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 كنحق انت لقي ترسك مع واحد العدد الناس بحالك ولدات وبنات اه تلتمية خلق واحد في ثلاث مؤسسة ومؤسسة تبارك الله كبيرة ايه مهم الحمدولى عشنا شي ضروف خيبة وعشنا شي ضروف زوينة شنو هم الحويج اللي كانت قاسية وخيبة وصعيبة لكم كانت تعديد كانت تعديد كانت ضرد ايه لذا رجعنا إلا بحكتي معاشي واحد تقدرتها كل عصا لذا رجعنا إلا مشيتي تلبتي لماكنة من عند اي واحد في القسم ديالك كيفتو هالإدارة والإدارة ديالك كتكلف يعني كت ديالك الليلة ديالك الليلة عدنا ليلة الجحيم بالنسبة لي نحنا يا كانت تعالقوا من رجلنا كان ناكلوها بطواريق باشي عبارة أهلاج زي ما ما فهمش يعني مثلا أنا عندي موبا كنشوف واحد ما عندوش موباح كنا نجيب له ماكلتو لأنه برغم هو كي يطلبني يعني في المؤسسة ما كانوش كيعطونا ناكلة بزاف ذكش مو حباد ذكش عالش أغلبية في نحنا يا كبروء ومضعاف وكبروء هما مراد وكبروء هما يعني سميتو كين تحرو بالزاف ديال حوايج وقعونا يعني ما كيش داك الإنسجام ما كيش داك القائل اللي قرينة ديالك اش منعام عافك اش منعام هاتش كنت تكلم عليه هاتش دي كانت تكلم عليك بعالم 1992 حتى الالف عين حتى الالف عين وواحد وثلاثة وربعة وما غير ذلك انتدبه اش حفل عمور ديالك بحالي انا رقب كتالح في 30 و اه و كنقول هاد الـ 30 غير مطبعين لاليا في الحالة المادنية ماين اللي يجيتي تشوفني تقول لي الله يتنعطيك اولدي غير عشرين عام حتى 32 فقط لماذا ذلك التي عينك اقبلته ولكنت معظمة يرقيته في وسطوه الجمعة دي لالبنات وو الأولاد وكل شيء كتنعس وتممى وتممى وكي تشوفني او مدرسة كتخرج وتممى و انا اعود لي شوية على على الظروف كنت يعيش فيها وعليش كنت تبدل كنت تلقاوا التعديب لانت كنت تشوف تعديب انا اعود لك شئ يف قلبك اخر جولين انا اكيد انا بغيرت نعاود ل القصة إنه انا بغيرت نعود لقصة كي أشعرت شو بزرق الحوايج أحوالي نسمع مهم أنا عجت هذا المؤسسة مدة طويلة بزرق يعني منهار بزرق ومنهار ولات عندي كما نقوله 18 عام وخرجت أه ولكن في الطفولة ديالي كما نقوله تقتاصبت تدربت تجرحت كانوا عندنا تعدي بشدة الطرق هاد الاقتصاب اللي كنك يوقع عليك كنك يوقع عليك من زملاء أكبر منك متلان من زميل واحد من زميل واحد كل الليلة من زميل واحد كل الليلة وكل الليلة هو واحد شخص واحد ينوضه بالليل ويقضي مع الغرق مهم على كل حل كما نقوله الغول في ديك المجموعة ولا ديك القوية في المجموعة يقدر مثلا يدير يدير ذاك شي اللي خايب يقدر يغتاصب يقدر يدير اي حاجة في هادوك اللي ساكنين معه بحكم هو كان كبير علينا واحد الولد كان كبير علينا انا في 9 سنين اقتاصبت كانت عندي 9 سنين ما حقش علي انا مين اعضر ما عنديش الحق بتاتا مصفا عام ما انا اني اعضر ويلا اعضرت مصري والشاريع وش فمسي وما كانش عمرك زع ما ما فكرتي ولا ما عمر زع ما تلاحظ من هاد الناس اللي كي راقبوكم تم هاد السلوك هدا كله كيدوز ولا ما عادي جدا صافي را كيدوز قدامكم ما كانش اللي كيدوي ولا كما قد نقوله ما مصوقينش كيفش ما ما قدرش نستعبان هاتش اللي كتقولي صعيب علي فغيمو صعيب علي كنت اللي انه ما عشتيش اولا اي واحد اللي عنده بهمو ما عاش الداخل مؤسسة الخريكة اجنت يوقع بحكم انه هو في وسط العائلة كي يحميوه بزلد الحواج احنا لا احنا حياة اخرى احنا حاها احنا احنا الحياة دينا فيها العذاب فيها الشتم وخاص سمح لي يا كوني نقدرون نقارنوها بالحياة دي ال احد العدد دي ال الناس اللي كيعيشو في انا ماشي تنطرح مجال مقارنة باش نعاد ولكن كنترح من مجال مقارنة انطلاقا من البوح اللي كنسمع من الناس واش نقدر نقول بلي حياتكم تقريبا تشابه هادوكتان دوكني اللي كيعيشو في الحبس كيوني دك ساع ساع القوي في موالك يقدر يدير كل شيء في الاصلاحيات مثلا انا تنقول في هذا اللقطة اللي قلت يمكن احنا اقترن بكل حالات اللي داخل السجن حاليا لانه السجن كبار كبارة ولات عليها المراقبة كثيرة ولات عليها الحراسة ناظرها يعني 24 ساعة يعني ما يقدرش الاخر ينضع الاخر او لو ما يقدرش الاخر كما كنقولو يحكم في الاخر يعني وليت مسؤول دي الراسي يعني يخرجت للشارع بنتي نقدر نقولو تم دك تسع سنين والثلاث منتاش العام كما كنقولو غير ما لقيتش شي حدن زعمة ولا شي طريقة اخرى في نينة تكون خارج المؤسسة اما انت ما دكش اللي اطلالك فيها ولا دكش اللي ايش ما مقدرتش تتقفيل يعني انا انت مكره ما لقيتش ما كانش عندي بصفة نهائية لانه فغيمو داخل المؤسسة لدينا واحد الحياة دي القره دي القره دي القره بحل السجون انما احنا انا نقول معرصي يمكن كتر احنا كتر يعني مضوبلي بزاف قره دي القره دي القره اللي شفناه ولي عشناه ولي بزاف دي حويش وانت وستاج شي قريتي؟ اقريت اكيد لكن زاد المجتمع قراني تالين قريتي؟ انا ما اكدفش عن الكره لانه حبثت من خامس ابتدائي نظر الظروف دي الجمعية اللي وقدت حقا ما تحقا بزاف فعلينا احنا نقري وبزاف دي الناس اللهم خمسة ربعين واحد يخرج من المدراسة العمومية ويتاج مباشرة لتكوين مهاني لكنني مشيت الان لتكوين مهاني ودرت الحرفة دي النجارة دي النقشة على الخشد اذا به انا كان اكتشف ان عندي المشكل في صدرت بحساسية الغبراء واش فمسي؟ اذا كان عندي مشكل اقتيلا من الناس اللي تابعوا القرية ديالهم وانا الناس اللي واكبوا تهي المهنة ديالهم بخيتي ضايع يعني اه ضاعت بزاف وما زال حد الان ضايع يعني ما سيزع ما كان قدر معك زمراني باير شي حاجة ولا والد ولا دولا ما زال حد الان اذا نقول لك ما زال حد الان ضايع لانه احنا اكتر عرضة لاستغلال من جميع الطرق ديال التعديم واش تنسي؟ احنا وما اكبر باسم اليتامة احنا وما اكبر عرضة الاستغلال وسط المجتمع باش نقولك اللي كان كان يتيم الاحياء وكان يتيم الاموات وكان ميت وما غير وكان صحيب 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 احنا وكان يتعلم احنا وكان ميت انا كنا عرف بلين انت وصلت معك لهاد المرحلة ديال تم تأثر بزاف انا عرف بلين قصت هدك قصت هدك اه قصت هدك والله القصمي لك كنت لما كنت تقدمي رشي كاميرا وان اضرب وجه مكشوف انا والله احنا بالعبس احنا بالعبس دير واحد حاجة احنا وليه مهم جدا هو ان القلب ديالك اللي بغينا هيكون مكشوف اما وجهك حتفض به لنفسك قلب ديالك اللي بغينا هيكون مكشوف لنا لانه باش نعرفوه يعني شحال من المرة يمكن يعاني وياتهم هذه الحياة والدهم تقدروا يكونوا باقيهم في الحياة تقدروا يكونوا وماتوا ولكن تواحد فيهم تحمل مسؤولية دياله من النهار دوك الولاد ما يمكن تسميتهم بمؤسسة الرعاية الاجتماعية ولكن فيها واحد العداد السلوكيات اللي لأسف كتخلوا ذلك الأيتام محروم من منبهم ومحروم منتهم من التحام المجتمع المجتمع يزيد يضرهم كتر بسميت انهم ساكنين في خيرية ولكن لا ساكنين في واحد المكان اللي ممكن ما يحميهم شقعة كتر لأسف لأنه عدد مننا عدد مننا أستاذ والله القسم عدد مننا عدد مننا في محاولة الانسحار لكن أنا الحمد لله ما عنديش تفكير دياله من بحر لأنه الحمد لله كانت تصلي وكانت تقفلها كتر من غرفة تكويل المهني فوقها جدرتين شحل كان عندك في الامار دياله؟ في تكويل المهني كانت قربان عندي يمكن شي 22 23 ها درتي تكويل المهني؟ نعم وهد الخامس فوق اش خرجتي منه؟ خرجت كانت عندي 2000 2007 2007 اه ها ها يعني تقريبا واحد ما يمكنش اه هي عديك تقريبا على 15 العام تقريبا كنت متأخر في الدراسة ديالك مزا ها 15 العام تقريبا هاكو كنت عديك المرحلة ديال الخامس سنية ديال بصح ها وعلاش هاد شي كان وش كان ضروف اللي كتوكات عيشوها ذاك الجوع ديالكم وذاك ال لا 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 يمكن المؤسسة صغيرة ما قدرت تستحمل ان ذاك الكم العائل اللي كان عندها انها تقدر تخرج واحد يعني ممكن تتصفتهم مثلا هذا الكنكوغ ديال البوليس والعسكار وذاك شي احنا كنا متأخرين في الدراسة وكانوا دراري قبل منا في الدراسة واصلين وقفت معهم رئيسة اما احنا اللي كنا متأخرين كنا يلا غادين كنطلعو حبستنا هيا براسة وقعت ان صافي حبست ستكون اللي نسميتك ومن بعض الصافي لقدرت نستعب عافك وإلا كنت غالط قولي غالط اللي قدرت نفهم منك هو ان هذوك الناس المسؤولين على هذوك الفضاء اللي سميته بالنسبة لادوك الولاد اللي هم متقدمين شوية في الدراسة ديالهم وذاك شي كما كنقولك يطلعوا فيهم باش يقلموا الصورة ديال هذيك المؤسسة وانتو مالي لشوية ماشي بحلهم عيوة لا إلهي المحمد رسول الله والحمد لله اخدينا تجاريب أنا بعدها شخصيا خديت تجاريب في الحياة كاملة في الحياة كاملة ولا هات 30 عملي اشتها ولا سميته عرفت أنا كالخايب وكالزوين وكالبيب وكالأسد وكالكل شي هات الحياة خصوصا فاش خرجت والله القسمي لك خصوصا فاش خرجت لقيت الأسوأ قبل ما تخرج ديك الأيام الأخيرة قبل ما تخرج هم اللي جوع عندك قالوا لك سافيا الشريفرة 18 العام اللي قد دخل فيك لا وهذا هو السوق اللي كنت نصدره منك تستني اللي عملي عندي جواب ديالو واخا هاد الفترة ديال 18 العام صراحة أنا اللي خرجت بالإرادة ديالي ومشيت لديره وكانت سادك رئيسة أنفاس معايا وكانت قلت نا يلا عبطوا كاملين تشوفوا تعديق اللي غاد ينجير هاد أولاد لأنه دراري اللي كنت أنا شخصيا شفتهم في الأرض مجبدين تعوالين أنه يداروا العقوبة وغادي يكلوا العصام نيد الرئيسة ديال الجمعية اللي هشتشي؟ شكامت الرئيسة جمعية عطت لهم في التلفون قالت لهم وشدوا ليه الاسيس هدا الاسماء اللي يديرين بسالة داك شي ييكلوا العصام دياليلة و جت هي بالمسلطة للعود و جاي بينها حطي لها البراسول و قلسة في الكورسي و قسكت شوط دلاري صغار يعني عمر باما بين 11 حتى الأشر ثنين يلا طيفي و هادو كي يكلوا الأسا مني كلوا الأسا قلت لنا احنا كبرعوا ليهم قلت لنا بطول شوفوا العبرة يعني تنتما إلا درجوش حجارة ما غدين لكم حلقة و من تبك خديث واحد من تبكي لنا قلت لي أنا عند رقاع 18 عام لا عاون نوعا و يعاون كيفاش لا ما مشيتش واجهتها مشيت واجهت المسؤول لي أنا كنا هادر معاش شخصيا قلت له دابة وجد لي لورقة الامتزام بلي ما غرديش نبقى في هذه المؤسسة و خان مشي ننقس معك الأنفس معنا القبور ديان قلت له ما خان مشي ننقس في الروضة ما نبقاش هنا اه جيت الشيخ الكامل رام عرفها كتبات لكون شي عارفة قلت له خان عرف من أستحت ديك الشجرة و ما نشوفش هات المنكر لي شفت اه و قال لي المسؤول قال لي وان عشت أنا منعيم نعشت أن درها غادي تغوت عليك قلت له غي تغوت أنا صافي خرجت منعيم ديال منعيم ديال الصح لأنه هاتفيني كنشوف راح صافي بدك الدغت ودك العنف ودك الاغتصاب ودك شي كامل عارف جدا صافي نفاجرت بظاف في الداب تذهب لأني قولي ما نعطي المخزين اها نقوم بلبخلص طحفة ودك الصحفة ودك الوقت كبرت أها ودك كان عارف تغيث كل شي صافي ومن أشوف المسؤولية خاصة أنك تشوف هاتك هاتك التي تعتبر مسؤولة وكتلمع سورة ديالها في البلاسة التي انت كنت يعيش فيها انت ما كنت يعيش فيها إلا المحنة والتعديب والاغتصاب ودك شي كامل بزاف صار حداز علينا شي حوايج وحق الله إلى الحمنة كيد زراق كمشو المدارس كمشو المدارس والحمنا الزراق عادي محنين العربية محنين بالعصة ويكلم تقديل بالصح موضو وحد أخر يجي مبوط كتسولي أستاذ شكون ضربك تيقولها مسكن بقوت الخوف تيقولها راه ضربني غير تدري اللي معايا في الخيرية شنو يقولها المؤسة يقولها سميته الرئيسة أو لا يقولها المسؤول ديال سميته العول أو تاني دا اللي لغبية كل عصة واش فنسي هداول انفعال هداول انفعال اللي خلاني أني نخرج من مؤسسة ونواجه الأسوأ في هذه الحياة نعم أخويا نعم أخويا والله هداول الاشكال اللي خلاني أني نخرج من مؤسسة نعم أنا كو كانت مثلا بغادي تطور مؤسسة ودك شي فرأنا ما تلقانيش ده بك نظر معك هكا ومقلبي طايب معصابه وطايب يمكن والله القصة لأن ذلك اللي شفت رأى بزاف شي حجارة بزاف ديال بزاف ديال بزاف لأنه اللي ذلك اللي شفت صار خطير لا يستوعبوها العقل بصيفاني نيائية لأنه أنا قتله في ذلك القتلة في ذلك اللقطة قتله عفك بغيت أعطاني وسمح هاد الاعتيداءات و هاد القوية كل ضعيفة عندكم اللي كين في المؤسسة عندكم اللي كتشرف عليها هذا على كل حال هدي اللي كتشرف عليها واش كنتو هاد الشي كانت ترليكم ها بيناتكم بعضياتكم اللي قوي فيكم كي يتعدى على الضعيف ولا انتو كانت لقوتات بعض المسؤولين فيكم مثلا فيهم زي ما في هذين اللي مقابلينكم تعهو ما كيتاسفو عليكم ولا تعهو ما كيتعدى عليكم ولا كيتانفوكم ها بيناتكم يمكن يمكننا نقول لي مسؤولين كتر علينا حنايا لانو بعضياتنا كانت تحانلو واش فمتي وخات يوقع بناتنا المشاكيل يوقع بناتنا الزينة وذلك شيء ولكن المسؤولين يكونوا عاوثاني اه يعني مأكتفين في ذلك الطريقة في ذلك التعامل يلهم معنا الاسوء الاسوء يعني ماشي شي حاجة ديال هو معندوش الخطر انه بش يعطيك الخطر واش هو كي يجيك واش هو من عائلتك واش ينغم ماذا كنت لقيت فى الناس اللى كانوا كيحنوا فىك لحد دنما وما كانوا كيقادي واش ماذا كنت لقيت شى حد من الناس كانوا كيحن فى الوضعية ديالك وما كانش كيقاديك داخل هاد البلاصة اللى كنت تخذ اللى كنت تكون فىها كينا كينا واحدة واحدة كنعرفها وهي كانت يعني كما نقوله مربية وتبارك الله كبرات وتزوجات واحد من اولادنا وهي عندها بهمها وتبقى تزوجات واحد من اخونا وتبقى تصدقها اخوكم تاوت تربى معكم اه تاوش خصيا تربى معنا وكلام معنا لأصاها وكلش ورغم ذلك صبر 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 حتى داته هي وهي كانت بصفتها مربية لدنا دنى كانت تكبر منه بزاف ولا شنو اه كانت تكبر منه فنومال واح حاجة طبيعية اه لا هي حاجة طبيعية حاجة طبيعية اه طبيعية زي ما بيتنعرف زي ما وش حال تقريبا يكون هي يمكن كان عندها في ذاك الوقت اه شي ثلاثين واحد وثلاثين وهو كانت عنده شي ربعة وعشرين اه هو كان نزيل هو كان نزيل دي لهاد الخيرية وهي كانت كانت تساعد كان مساعدة اجتماعية امه واشتا نقولك رهاد الولد هو اللي كان نعود لك عليها اه هلا كان كبير عليها بالتدخل امه هذي تقريبا او لا هاذ السيدة اللي قلت تقريبا هي الوحيدة اللي اللي كتحسب بها قريبة لكم من كنفسين هي الوحيدة وانا اين كنت تساعدك بيهوم؟ كنت تساعدك بيهوم؟ كنت تساعدك بيهوم؟ لا، لا، كنت تساعدك بيهوم؟ خرجت وخرجت أنا وعرفتني تربيت ما وذلك شي بدأت واحد العلاقة بيني وبينها يعني كتبنا من جديد ثيقة أو الحاجة حطتني في قلب دارها كما نقوله كانت تجربني كانت تحط لإزالة كثيرة سواء ديالها الدبالج وذلك شيء يعني شبسة النهائية اللي هو يعطيها إيواء لكل حل المهم أنها درت واحدة من خصى الخير في وجو الإنفاق ما كرهتش أنا ما نكرهش أستاذ هاد النبتالي هدرت لي عليها وبخصوصا على هاد السيدة ما كرهش موجة تانعي يكون نبتال ورضة لي تفتح في وجهة وتفتح في وجهة أي واحد يتيم ويفرحونها غيب شوية اللي أنا وراه بستحق نظر معك رحنا هوم أكتر عرضة لي تشرد يتيم آه والله القسمي لك أنحفلك باش نضغيتي لحنا أكتر عرضة لتشرد والتعديم وتايلا مشي تنخدم عند شي واحد يطلبك لك ناسي لاحقا ما تحقى ونتا ود الخيرية ويقلك فرلقك أنا راشحل مرة وقعتلي هنا واحد يا أقولاي مشيت عشت مع واحد ثميته في القواة بعد ذلك ما أعود لي باللتي باش نجول الأمر متسلسلة من 18 العام مني خورشي فين خور من داك النار لاشتيع هذه كاته ضعطي الفلاقة لها دوك اللي قاتلهم جيبوهم لي وذك شي من تذك الساعات شنو شنو قدرتي باش نباش نمشيوا الأمر متسلسلة وما تنساش وكما دوزتي أولي لا واش في زنقة دوزتي وش نقص في الغ отличيك الليته داك الليلة empresa ذاك الليلة الذاك coach كانت نعH ій كانت نعH شي كانت نعH شي انا تقاربوا للحص표 واتن BAR ال police الذين أين عمانهم تعليم بشقة وكموم ze wave وكموم بزحلة علىًا عن منك شي كامل وبقتل جابت المسوطة للعود وبقتل ضرب أنا في ذاك اللقطة مني شدتك شي وقتلنا يلا وهبطو الدريلي الكبر هبطو تشوفو العبرة اللي الدريلي صغر كي باش نديلو باش نتوما يلا درتوشي حجرة نتوما غادي ندلكو بحال هادو ها صفاء عامة اي واحد دير مشكي هادو هادش اللي غادي وقعلو ها وهي حاطلها شكطح وحاطلها البطارسول كبير جابتو من الفيرما بطارسول كبير كبير ها وقفو كبضرب فنتي يعني بطارسول كبير هي مخبية من الشتة هي مخبية اكيد ميد الله ديال الشتة هادي ميد الله ديال الشتة جايبها هي ويلا باس عليها في نعمال موين في ذاك اللحظة صفي انا شوكيت بزاف ومالتحت الشتة كي يكلوا العصا احنا براس نارا احنا تنشوفو داك المنظر وشتة طايح علينا وكنترعدو حياتك واحد الحيات واخرها حيات اللي تكرهها 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 ديال بالصح عشت واحد الحيات اللي ممكن ليش ننساها الى يومين هادا بإمكان الله عز وجل ينسيني في هاتشيوه لكن انا ما قدرتش انا نصفي ما قدرتش على ذاك الشي اللي كان تيدوز علينا ولا سقطنا غيرا سقطنا انا مش نتعلقوا على الرجلين والنا كلها ديال بالصباح اه الا كانش واحد ما تلمش في العام مواكبوش مزيان لا هاداك هاتش اه لا لا هاداك هاداك مسكين عود ثانيا رب حالي لك يضوق جهنم خالدين فيها اه زع ما انا براسي وقعتلي انا سقط في واحد العام ووكلت واحد العصال اللي ما عمرني شفت في حياتي بحال هاداك بتاتا شكل وكل هالي؟ وكلت هالي هي شخصيا امور شي جوج موربيين كان جايبت معها واحد الراجل كبير وغليد وكلنا كنا نقوله انا كم سيميمات كم الترقاق اه نرقاق لان الامر كنا كنا نكلمه بزيان اه ايه ايه انا لم يقوم بالمدارس كالبول امواكن اه قصة مبيله كالبول امواكن لان المؤسسة لم يكن يعطيها حق ايه تلامد زملاء دينكم في الاقسام ومدرسات يعرفكم بانكم قادتوا من هذه الايتام اكيد عارفنا سمح لي يا زعمامة انا صحاب علي نسمي خيرية بحكمات الظروف احنا عارفنا احنا ولاد الخيرية احنا عارفنا ولاد الخيرية لان احنا اللي كان نقدمو لهم ريوصنا شخصيا سنقولون احنا را ولاد فلان من كليش نذكر المؤسسة وسمح لي لانه ما يستهنش اصلا احنا احنا نذكرها لكم في القناة المحترم الله يحفظك سيدي بارك الله فيه احنا كنا كان نشيو كان نجره اي واحد سواء بنت ولا ولد ولا اي واحد عنده مباح كان نجره عافك ها اخويا الله يسر عليك الى ما غدا تجيب معاك كانت شرطه شميك لا ولا شي البيسة ولا ياك لا تنقول لي اللي متعطاليهاش اصلا القيمة انك باش تحطى في القبلة ما تحطى ليهاش ما تبغيهاش لعدوك لا ربي تسمح لي على النعمة ديالك اللي يعوجوها ناس اللي قدامة اه من الجيل القديم وخه خليني دابانة كانت وينوك ما قديم ما تحطى ليهاش لك اتعود ليهاش نعم هاش هذا ما كان 92 وخه تبارك الله انا تقول ثلاثين عام داباتش اه ولكن انت كانت تدابة من 92 و لكن اخر مرة خرجت هي تقريباً شي 2012 خرجت 2010 2010 هم هكذا حاولي و من خرجت فين مشيتي ذلك النهار ذلك النهار اللي خرجت و سنيت على التزام والله القرصم مشيت و قد كانت تجنب تنشوف في جنبي تنشوف السماء سنقول يا ربي في الغدي يمشي مكتب لي لله على ذلك الفلانسة اللي كنت تذكرت ديك شجرة اللي كنت حدى حدى القبر و قد صلي نعز نعزت في ذلك القبر و الحمد لله ما تقدي تمتشي حاجة ولكن يوم من الأيام يوم من الأيام كان يكذر غبي سمح لي و انت ناعس ولا مهيئ باش تناعس اذا اما مهيئة ولا موجد دراسك باش تناعس بالليل ما هو الإحساس اللي جهك و انت تشوف رسك مع الموتة في القبور احساس كبير انت حي وسط الناس في القبور ديالهم ما عارفش كيف يشكي كل إحساس ديك لديك الليلة و بوحدك تماما و شما صدفتي حد ما لقيت شي حد مثلا من السكرة بالليل احساس الحمد لله ديك الليلة الحمد لله ربي و قس معي لأنه كانت أول ليلة غادي نعسها في الشارع أول ليلة سياتي غادي نعسها في الشارع احساس هي ديك الليلة حد القبور احساس و انا مربع رجلية و ناعس مني التراب عندي لماية خرجوني طويل خرجوني طويل ما معايستيش حلا فلوس لا در حملاتي لا بتشي حاجة لغتليه بلوتي فيقوني الناس شي يدور معي شهادي توليت يعني الحمد لله ما كان طلبش قليني مجرد انا منيغي يشوفوا الحالة ديالك راسي نغمال يعاونوك واش فمسيت في ديك القطة صفي مشيت بقوتي يقولي لي ناس اجي معي اجي معي انا مطلع عمتش واحد سنقولي ملا ما مشي معتش واحد صفي خليوني بوحدي و بدوتي يدورو معي صفي مشيت بحالتي كملت طريقي او تنين عصف ما حقا ديك الليلات الثانية وبقيت تقريبا شي سيمانة بالاختصار ما عاوتش لي كيفاش كان احساس ديالك في سلموته في القبور بالليل واحد احساس مرعب بالزاف لدرجة انا كتسمع اصوات خيبين بالزاف كتسمع القطوط كتسمع الكلان يعني هيف دوكل بلايس كتسمع الناس كتهضر كتسمع السميتو يعني الناس كتهضر فين فين فوسط القبور فوسط القبور كتهضر والي تنقول معه رسي ويش كل هذا اللي كتهضر معايا وشفنسي انا رأى فوسط القبور وانا ناعس يعني ما عاكاش عندي فين غادي نمشي فين غادي نمشي ديك الليلة ويجرات عليا يعني بقعدوك الكوابيس جوك بالليل في الاحلام ديال في ديك الليلة احلمتهم وماشيت احلمتهم على ارض الواقع وليوم ان ام الشيك كيفاش كنت كنتسمع ناس كيدو اه كنت كنتسمع ناس كيدو ناس كيدو لا أعبتهم أيضاً أو أقرب مهم أن أسمعتهم هناك أيضاً أو أقرب أو أقرب الله أعلم كانوا الكلاب مهم ليلة الرعب وليلة الحمد وهذه البلاسة اللي فيها الرودة يكونوا فيها مثلاً متسكعين بالليل السكرة بالليل لا نعم نعم إنما هذه الليلة الحمد لله رب يجن منهم هذا ما كان الحمد لله أنا محمي الحمد لله أنا محمي من الحماية الله أعزوجل والملك الله لا إله الله لا إله الله اه إلى الله الحمد رسو الله وإله يعني استمرت الحياة هكذا ها اه ها هو النهر اللول التاني المحطة التاني المحطة الثالث ميشت للا وثاني لوحد جزردة بكم بشتبوح ذميكة كانت كحلة وشنو كيكتدوز نهارك غادي على جود الناس كتعيش ولا كيفر على جود الناس بوالله على جود الناس كنعيش عفك عباني الناكل عفك را خرجت من الخيرية عفك راها شنو قاعدي عفك هادي اكساتيها حتى وحدنا ريانت قلست مع راسي وقلست في بار الجامع وقلت يا صيد ربي اه وان عندي 18 عام وكتشوف لني بزف الامر فى حيات ديال الله خاصم كان اخضر مع صيد ربيت سنقول يا صيد ربي انا الحمد الله هادشي اللي اعطتني والله الله اللي حامد الله ولا اني انا ربغيت من يعني كما كنقولو بغيت من وقف على رجلي شنو ندير عطاني شي حل الحمد الله لغد ليه يعني بحيلا ربيعطاني الافكار مزيانة اللي نديرها ولي نستمر عليها فى الحياسية انا نمشي اول حاجة شنو هي هادي مشي مشي بلاصة مشي ندوش اه يعني عارف نوجة معرمات يارحمك شو انت الموصخ اه مشي ندوش تاني حاجة مشي وان بقاعدة نفس نحويش اللي كنت نعست بياه ونجنقها ومشي ونقلب عالخدمة وفعلا مشي تانقلب نهار على نهار مو مدازت عالية ديال بصح شي سيمانا عاد لوقيت الخدمة اه واحد اللي اللقه هو اه اه وخدمت وطرقيت شوية وليت كيما كنقولو كنوقف على رجلي ولكن هزمعك شورقة هزمعك ما يتبيت بانك هفلال فلاني كده وضروري وانا اسميتها اعطوني البطاقة الوطنية الحمدلله يلي كنت سبب انا باش بديت كان خدام وبزادي حواج اه ذكر انا فاش كنت خرجت من المؤسسة البطاقة الوطنية يلي كنت سبب انا فاش بديت كان خدام وذاك شي بزادي حواج واللي نخاكة كنت كانت تستغل رغم ذلك كنت كانت تستغل من من طرف الاشخاص اللي كانوا عاملين فسط ذاك المقهى وش فنسي اه يعني كنت كنت انا معاك ومع جميع السادة المستمعين اللي هما معنا هادي هادي دبا هاد الوقائة اللي 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 سمعناها من هاد الاخ كرواصي بقات عالقة في القلب ديالو وهدي تسائل حتى اه واقع حال مؤسسة الرعاية الاجتماعية خاصة لا اللي كنت تكلف بالايتام ولا حتى اللي كنت تكلف بغير الايتام على كل حال كل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية على كل حال رجال متابعة ديالو اه احنا كن سمعوه الواقعه كيفاش كن تراته وده بمشاف تنين وتسعينيني في العمر ديالو تلاتين عاميني حل عينيه فهاد البلاصة هادي تبيليه من بعد بأنه كان القاوه هدا الباب ديال الخيرية محطوط اه بالليل اه 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 انا معاك اخي اه منعيم مرحبا واللي اوه منلي مشيتي تخدم في ديك ساعة عاني تنين تقريبا ينشل باقي في عمرك ديك ساعة 18 العام كان عندي 18 العام وشنو كنتي كتبت مما و مرحبا كنتي كدبت ممتزير كنتي كsecondا اسم كان تoping مه hol Einstein واسمه كانتاي اعطيني 24 لقد تحتهظ كنت أغسلم معاً كنت أغسلم يعني كنت أغسلم بحلقة الخطامة وذلك الشيء مني كل شيء مني كل شيء لأنه كان مازال يلاعد حلو علم جديد في كل الوقت وفي ذلك الفترة كان يحكم عليها في حكام خائد بحلج يعني أي حاجة يقول لك كنت أغسلم ندرها وش فنسي لدرجة واحد من أرياض كان مريض هو كان مريض مول شيء وقال لي طلع دابة طلع دابة جيب معك زيت البلدية وطلع دابة بهالي الدهار ديالي وسمح في ذاك الشيء ومنين قديت سمعها ذاك الأمر وذاك شيء ومنين الضطح تكتشف أن بزيف ديال ما عند جمع عليا ذاك الفترة ذاك اللحظة عرفت كرهت راسي يعني كانت تخدمها فيها عذاب أصلا وحكت كان ناكل ونشرب ولكن المعاملة كانت أسوأ وكلاليا يعني تقريباً كنت تكتشف فيها أنت تشعر باللي وكيعنفك في العمل لا بزاف شيء حاجة بزاف لأنه شخصياً عارفك أن أنك ما عندك شمك وكبك شيء راسي نعمل أنه يستغلك تقريباً أبراسه كان موقع المخزن كانت يعطيهم الرشوة وكانت تقريباً لدعيه ولا يأخذوا ليش حقياً لا يأخذوا ليش حقياً تخلطت على يد يدهم كانت تلفت وخبرك أستاذ الله العظمي لولت في عدم ثقة من أي واحد أمانين بدمعه حيات جديدة سواء كانت في الخدمة أو كانت في علاقة الصداقة أنتك تخوف دائماً حتى بك توقع دي ما الأسوأ الأسوأ أنا أصلاً توقع لأنه غادي توقع لي غادي توقع لي هذه يالله خدمت واحد الأيام يالله عاد عاد يالله شيء شهرين ولات الشهر حتى لا تنسى بأن الذي يدير دائماً في باله المنوخة يقوله هو من الحزم سوء الظن ولكن هذه القضية ليست سهلة لأنه على كل حال الإنسان يكون عنده فراسة التي تقدر تدل على شيء ومشي فيها أو لا يمشي فيها ممكن كما نقوله الإنسان يريد أن يرى ما يستطيع تسلل هذه المسألة ولكن من أنك تكون أي خطوة يستطيع توقع دائماً بالأسوأ هو الذي سيوقع صعيب الحال كما نقول لك أستاذ أستاذ أنه يجب أن تكون مغلقة ولو أنه لا تستطيع كما نقول لك المخزن ما يوقف معنا لأنه يجب علينا خليني من المخزنانا ما دويتش معاك المخزنانا كان دويتش معاك يال على رأسك خليني من المخزنانا بأنا يا انا كنقلك باللي الى الى ديمة تشوف اي حاجة بوتي تديرها في الحياة ديالك في تعاملك مع الناس في خدمات ديالك في بيعك وشراك في اي حاجة من حياتك تتوقع الاسوأ سعيب الحال تعيش بهذا الفكرة هذي حياتك سعيب الحال تعيش بهذا الفكرة هم اللي يركبوا فينا هذا الرعب هم اللي يركبوا فينا عدم ثقة من اي واحد ان نبدأوا معا حياتنا من جديد لا تنساش بنادم طبو حجر شوف انا ما تنكرش بان هذا الشي اللي عشته انت تعودوا لي عنده عنده تابعات دياله نفسية غير وكان تافاش بدك تبدأ تلقيه بزافة الاخرين ما تنفعش راسك حيات ما شوف ما عندكش شي حاجة تفيدك إليك تقول لي اه أنا قد البارح هذيك المسؤولة هي اللي دارت لي ولي فعلت لي ولي كتحمل المسؤولة هي الشي اللي أنا فيه يعني متل نكرش انا قلت لك في اللولا لأنه شي اللي عشته ماشي ماشي ساهل ولي اني باش تلقي عليه اللوم دائما هدا كل صعيب حيات هذه المسألة ما تزيدي لتضربها غير راسك والصحيب تقول لي عندك هذه المسألة دي لأنه حياتي لما تتقى في الأصل يراها ما كينش في الناس لأنه ما عندكش تقى في نفسك حيات نفسيتك دائما تمهلو كام كرفساكي اللي اغتصاب كين بزاف الحويج اللي عشته هم في النفسية ديالك وهم اللي اللي اعطوك هذه الصورة هذي غير صحيب تبقى عليها نصح عندك الحق صعيب ولكن نحاول نحاول ما أمكان أنا ينبدل حياتي بشكل عتمام بكي هنت هيف الحيات ديالك شوف عشتي ووسط الناس وقلتين عليها هذيك السيدة اللي يتربت من اللي كانت زعمال ونساعدة ما عندكم في ذاك البلاصة اللي انتك انت فيها هي واحد نبتها وسط واحد العدد المشاكي اللي لقيتهم ومن دون شك هيكونوا بزافة الناس كانوا كيحنوا فيكم تما إلا أنه كان الكتير فيهم اللي كان كيبت تعدى حيث بعد المرات منك تكون يعني مش حال من حاجة صادمة وخايبة عشناها كان قدرون نساوي ذاك الشوية القليل اللي عشناها زويا ولا لا بده ما تكون شي خويت كنتيم تمسك بي ولا كان كيحن فيك ولا لا الحمد لله وصلك لهذا الترابي لأن تتكلم معنا بأداب و بواحد اللطف بواحد الترابي لأن هيكونوا واحد العدد للناس هموا في ترابيك و في الأداب باش كتتكلم ده با وذاك شي يعني هيكونوا شي وحدين أخرين تهو ما داروا خير في الحياة ديك إن صعيب في هذه الحالة بها الطريقة اللي انت كتتكلم بها تعتقد باللي قاع اللي تقرب منك ولا قاع اللي كان حداك ولا كان معاك رأى رأى صرف فيك غسو ولا غدي صرف فيك غير الشر لا صعيب الحال لا ما عاربش أنا والله ما عاربش ما غدي نقولك أستاذ الله الوقت كافيل باش يوريك ولا باش يقدر يخليك إن شاء الله تاخد فيك كاركتر علاها الشي اللي قلت لك لأنه أنا اللي مجرب أنا اللي حاسي أنا ما قلت لك أنت ما مجربش لا عرفت أنا فهمتك أنا فهمت شنو بغتي تقصاد وفهمت كل شي أنا رأى بالعاني سكت وخليتك أنت تتقدر باش ناخد ونضوق منك الكلام ديالك دونت أنا فهمتك ذاك شي كامل اللي قلت في يلصح الناس مش بحال بحال ولكن عدم اكتقى من أي واحد يعني صعي بعو تانيا بنيها من جديد أنا ما كنقولكش بني اكتقى مع الآخر نعم هي أول حاجة هو تعزيز اكتقى ديال القدرة ديالك في نفسك باللي أنت الحمد لله أنت الحمد لله بك تكلم معنا بواحد اللطف واحد الشخص في حالك حيث ناس تكلمون تكلمون معنا من داخل هات بلايس لي فيهم كين وطولة منهم تبارك الله خرجوا بواحد ترابيب وواحد الأداب وذلك شي وكين واحد العدد منهم خرج بالعنف خرج بزاف الحويج اللي كانوا صعابين عليه ومؤثرين اللي في التفاشي تقبلون الناس المحيط للمجتمع ومشا افتجاز ولك اللي منحارف انت الحمد لله هاتشي ما عشتيش بمعنى أنه بما أنك ما عشتيش إذن فترابيك كانوا حويج زوينين كانوا ناس مزيانين لا فقريتك ولا ربما يمكن بعض الناس اللي نخيني تديك البلاصة اللي عشتي فيها كانوا لا ضروري ضروري يعني مدام أنه كانوا الحمد لله اللي جاي في الحياة يقدر يكون حسن يقدر ان الحمد لله تنتى تكون واحد شي مرافقة في الحياة إن شاء الله تقاسم معك الحياة شي تجربة مثلا ديل شي عمال يقدر يكون إن شاء الله مرضي لك مزاف الامور إن شاء الله انا معك تنسيز يعني تل عمال فاشكن بغي نخدم لشي حاجة كتل بولك لاكارت لاكارت فيها الخيرية لا تشوف لاكارت ما فيهاش الخيرية لاكارت سمح لي فيها الاسم ديالك واللقاب ديالك وولد من فيها اسم فيها اسم مؤسسة يعني بما معنى أنا ذاك الشخص مني غدي يشوف لاكارت يعني اعتبرها هو شخصيا خيرية زيما على اعتبار أنا هادك وسكن ديالك فيها شهادة سكنة هذا الشي اللي بغيت نقول لك ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد هو راكي ياخذ الأقلية دياله بوعده وكي يبني على يعني على سوء ولا حسنية شغلو هادك شوف وشنو كيف شديت يقدر يتفعمل معي فوسط ديالك الخدمة اللي غدي نبدا معاه وخا 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 فاردا وخا سمح لي فاردا سيدي هادشي اللي كتقول ولي فعلا هادشي اللي طاريليك فعلا هادشي اللي يمكن يكون عادي عادي عند اي واحد كي ما غايجيني واحد عنده اببه أمه ولا واحد في الخيرية ولا في الغير لا 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 أستاذ لو الله ما نكذب عليك أستاذ حيش حمل قد ما خدمتها ايا ربما تقدر ديالك ديالفكرة المسبقة هادا والد الخيرية اذا جاي من واحد بلاصة اللي هي انا وقعت لي انا وقعت لي انا وقعت لي لدرجة ان يعطوني تامير اكثر من ذاك اللي عنده موبع لا يهديك انا وقعت لي انا عشت معك هادشي اللي كتعاود لي را قلت لي يا قبيلة باش تعرف بان انا غادي معه قلت لي السيدرة را قلت لي دهليه الزيت الضهري مع انك انتاجه بك تخدم في القهوة ماشي دهليه ضهره وفالاخر هادشي كله داروه باش يزادي عرّم عليك انتال خدمة هادشي ولكن هادشي ولكن هادشي هادشي كتقول وديك انت ينتمثلا بوالديك ولا بلأسرة ديالك كان ممكن يحميك من هاد الشاط هاد المرد دياله واد العنف دياله هادشي كله هادشي كله هادشي كله هادشي كله انا كنت غدين نتحنا من طرف عائلا ديالي وانك شوفك هو ما عندك له مطلب بكراسي نغمال غادي يستغلك بأي طريق كيف ما بغاهوه واش خفيه واش فنسي هاده هو المساجي اللي بغيت ننسي في طولك نعم أخويا، استعبتو 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 يعني ذاك اللي عندو بهمو رمتي هج علي هلو ما قاع بصفانية يوتاله هزا علي بدي غووز علي واذاك فلانو شوف قدامك شوية واش فنسي أنا لا أنا يدير فيا اللي بغو ما ندويش مثل الحلقة الأضعف ما عندو اللي زي ما يصرف فيك أي حاجة عادي يصرف فيه أي حاجة حشك حشك بحلشي إحنار ولا كلب ولا حشوزك وهنا السؤال اللي كيمكن نطرحوه وش فعلا هاد ما يسمى بهذه المؤسسات رعاية الاجتماعية خاصة بعد الشق انتاق وش كيقدروا يواكبوا هادوك الناس اللي خرجوا لان هادوك الشخص اللي لما تواكبش يقدر ينحارف كيقدر يدير بزاف الحواج كيقدر يعيش في حالات عود الى المؤسسات اللي هي تتكون إصلاحية يعني بزاف المشاكل كيقدروا يعيش بزاف الأيتام هوا ده انت واحد من الناس اللي انت خرجتي وانت عارف عليش خرجتي من العنف من المشاكل كلها اللي عشتها في دي كتار واخرجتي لقيت تقريبا انتا هو اللي يتصرف عليك ماشي ماشي تقريبا ولكن هو عنف نيت ولقيت الحقراء ولقيت الحقراء ولقيت اه شح البقيت تما في دي كتار واخرجتي تقريبا شي مهم تقول شي تنو الشهور واني خمش شهور فوصل دي كتار من الشهور خمش شهور كلها اللي عشتها ومن بعدها في المشيتي ما من بعدها ولا حلي يا حويجي قال لي هاكل هالحويج دي لك رقمكة ثلاثة شي حاجة وانا خمش شهور خدمت عندو من بعدها في المشيتي بقيت انزкивني لزنقه بالérique حويجي زي بسبيتوفا او ثاني رجعت للحالة ديال تحط الأصف Erfahrung ديال تشارع ديال تطلب هذا يعقيني وانا موت برجع اليوم呀ра مايةهش لايك القال عليا ازافة العشويج نااااااا انا واحد من تفديد اقیوراي 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 هي جلتت لغن نقاعات لكingenي مساءل مع نיתقظة في خدمات ااااوينا نثار فين انا ذاك عمليةك سنة الاجتماعين ويقدر بلدهم كثيراً ويقدر حدث ويقدر مرحلة ويقدر مرحلة ويقدر حدث ويقدر مرحلة الخارجة ما تريد فعلت ويقدر بيزيانة ويقدر مع مولانا ومعان الله عز وجل والهول ايه اواليه ويقدر بيزيانة من أملياتي مثلا تقهر إنسان يتم يعني كان عارفه بالليل أسوأ ما يسئله هو أنك تقهره وتنهره يعني يعني هو تكون في حد الوضعية حال هذه تتلفع وانت خارج أنا لا أكدرش عليك أسر بعد مرات كان مشي البيت أنا عندي حاليا البيت دياري 30 عام كاملة وأنا كاري ماشي كاملة ولكني مني 18 عام تقريبا في مدة شهر يعني ممكن نحيدوا المدة اللي اكتفاء في القهوة والمدة اللي اكتفاء في الزنقات قريبا ميمش حالة تكون كيفاش انت كاري زي ما بيت مستقر في معارضك أه لا ينا عندي البيت كاري هذا شي عرفتو يعني عايش عادي قريبا الله يخلف على الجوال يعني واحدة من الإسبان ينصرها وينصر الحق يا مسكينك تحطيني بعدها نخلص لكها هذي اللي كتتعاون معك؟ هذي كتتعاوني ولي ماشي كل شهر تقدر تطاك تقدر ما تعتاك هذي الله يتنعونا هذي الله يتنعونا هذي الله تنقدر بنادم هذي الخير والكلفة هذي اللي كين إنسان وشنو ما كتحاولش تخدم مثلا هاد سيدة ولا غيرها من الناس اللي تحسنوا بيك ما ما حاولتش تتدخر شي شي باركات تدير شي ولو شي بيع عشرية صغيرة شي حويجة تقدر تديرها في حياتك تبدأ بيها ما كيش يد العون باش المشي ولا باش هاي من ذلك شي صغير اللي الناس كيجو دعلك بيها على الأقل تقدر تدير بيع حويجة صغيرة مثلا تقدر تجيب بيها الرزق القوت ديال كل نهار ماشي تبقى عايدة ما عايشة على جوجة الناس اللي تحتلي التعاون معك اليوم خلي الفرصة الواحد داخل اللي يقدر يتهويكن في العاون دياله يعني تقدر مثلا بلاك شخص صغير يبيع شرية صغيرة وانت غادي شوية بشوية يصر الأمور ديال تبا انت اعواد مساعدات في البيض كنت انت مساعدات في البيض مساعدة في البيض ايه و هذه الخدمات ديال كنتك كتن اشتركوا في القناة 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 قلتي باللي انت لقاوك حدا الخيرية اه في التاريخ الفلان الفلاني زعماء مع العشرة الليلة زعماء باش غادي يكون عارف باللي هوبك اللي يمكن يكون عارف ما عرفش هي ديك ديك الليلة احكو اللي ديك الليلة احتك لا في ديك الليلة اللي كندزت قدامهم في التلفازة نات مرتوية اللي دوات اه انا كنت كان عارف عادي كنت كان عارف عادي جدا يعني كنت كان نقول لهم انا راح تربيت في واحد مؤسسة وورا سبيطر محنز الخاميس ووما كيسحاب لهم سبيطر ديال السويسي دار ربعت اه همسي وما كانوا غالطين ايدا معلومة كانوا تمغلو وطعب ودرنا لديين ودرنا قيام على لديين وصدقنا في التهديدات وموهم انا شخصي يقعوا لي مشاكل كيفش تهديدات ما فهمش يعني ناد كما كان قولوا اللي كان غادي يكون خويا ناد اه اه اغوت عليها وقال لي مازال ما تزادش هاد بنادم لي تبقى للمحاكم وقلت له هاد بنادم اللي مازال ما تزادش را هو انا تمتي لانه هو شخصيا قال لي انت هو والدي وما كانش لي حيديك مني لا اعتمرته قد قولها لي فانتي وانا اطقت فراسي قلت يمكن يمكن صافي را ربي سير عليها تاهمك ونفرسك هاد الفكرتاية اه 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 بناوها انا صافي قلت يا ربي الحمد لله صافي لقيت عائلتي وذلك شو ولكن بغيت نتأكد وندير توبوت الناسب هو الاب تاهمك وما انت هوى طول الناسب لذا يقول لذلك انا جرت كنجر جراف المحاكم يتشب حيانات ماذا درني يدعوني نأتي تأمنا ايه ماذا عم ستويني هدار يعني رأي العام رمضان تبع القضية دينا والسنسي اهه وفعلا للأسف للأسف بقنا ما ما عندكم ناسة بالبعضياتكم لا شي حاجة ما تابعك شو هو اه ما تابعك ش لا ما عنده لا شي تابعني لأنه أنا اللي تابعت ولاده كانوا بغوا يقتلوني مشيتس عنده واكل مالك وقتلوا ما شنو كاين اولاده اتعليهم دعوة اولاده بأنه هددوك اه هددوني بالقتل اش عيتلك بالقتل عمد يعني غادي نقتلك نيشان ونغبروك كيفاش عيتلك شي واحد من هلوه من ولاده وقلتش لي ايه اش قللك ما زال ما تزادش هادا اللي غادي يستعم عبا ايه قال لي ما زال ما تزادش هادا اللي غادي يدي بناء للمحاكم اه ايه 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 وتحجبت من دك الكلمة دك شي ومعهو شخصيا عيتني في التلفون وبدأت يهددلي ومشي بدرت اضغيها لدعوة المباشرة في الوكيل مالك والحمد لله الوكيل مالك قدر اختمته الله ينصر الحق اش دير مشا عيتل الدارك المالكي قلهم هادو داب اتجيبوهم لي هادو نار ما قبل من غدا واشفونتي اه اه دفعت الشيكاية ديالي الوكيل مالك وامرهم بالاعق كيفاش دفعت انت الشيكاية ديالك الوكيل مالك حيث انا كنت مشي تكتبتها ومشي دفعتها حقا كانت كاتب عمومي اه عند كاتب عمومي مشي دفعتها مباشرة الوكيل مالك ايا علش كان اكدو لانا اعتماني لدار الشيكاية ديالو بناءا على ذاك الشي اللي وارد في الشيكاية يعني تقرير الطبي اللي كي تكلف به هو السيد واكل المالك اللي كي يدير يعني جاها جميل الاشراءات دير التحقق والضابط وشكين اختفاء وشكين جورح وشكين 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 وحد العدد دير الامور اللي كانت وشكين شورو عفقات يعني تتقرير الطبي على كل حال انا 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 غادي ارجع ماشي ماشي ليك انت كنت تكلم معا صديقنا عتمان باش كنقولوا لهذا القضية اللي ان احنا اشترنا القضية صاحبنا مول البير اذاك شي باش كن جبناها كاعتيار يعني لا باش نتعزز كلامنا باش كنت تكلموا معاك دابنت اخويا السعب المنعيم قول لي يا اخويا نعم احسين مني تبتت لمسألة وذاك الشيكاية درتيها شنو شنو كان منارها يا صفي كان وراها بامر الاعتقال وهذا الميل في ديالك يعني بصفتي انا خسوي تسد يعني خسنا ندير ثبوت النساء ضرورية و الحمد لله تبعت القانون المستارة كاملة و وخا ما صدقتش مصدقش الاب ديالي ما كانش مشكيه هذا ما كان هذه المحاولة اللي درتي وبقت بالفرشات صفي انت تحبس قاعد قلتي ما كايلاش نقلب على هادا قاعد اللي جابني لها الدنيا ولا هادا جابني لها الدنيا هادا انا انا شخصيا تنش مضل الله ومشكروه كانش مضل الله ومشكروه لان شفت اولاد الولاد كي سبوا وليديهم اولاد كي تعطوا لوليديهم الكلام خايب ما معطابرينهم مش فات الحياة متاشي حشا دك شعش كنقول يا صدي ربي ليك الحمد وليك شكر اللي ما عطيتهم ليش دبا عد عرفت علاش ما عطيتهم قد لا ما عطيت للدرجة لا 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 انا شوف انا في حمز ان انا شنو بغيتهم بلا كي من الحمد او تنشBRقي الان شوف الله سبحانه وتعالى كي ان الله سبحانه وتعالى تي يوهب الابناء الوالدين والوالدين توم تكونوا يعني حريصين على الترابه وعلى انشآوا كي انمو لانا جرم عند الله سبحانه وتعالى والابناء قدمها سعه إن شاء الله يكونوا بارين بهم تربي سبحانه وتعالى كيفتحها دي الباب دي المفاتيح هي العلاقة ديال الرضا والعلاقة ديال البرور بالآباء والأي علاقة ديال علاقة يعني الحمد لله ديال التواصل ما بالآباء والأبناء في واحد العلاقة اللي هي مزيانة ومرضية ما شي بالضرورة لحقا انت إلا إلا كانت عندك بعض الظروف ديالك أو من قدرك أن هادوك اللي جابوك للدنيا معتانا وشبيك رهما لكي تحملوا نسؤولي ديالك شي وانت الحمد لله مكفول ديال الأمة لأنه معها فسط الناس اللي انتقع عاوتي نعليهم فيهم اللي ضحاك فيهم اللي تكرفس عليك فيهم اللي اغتصبك فيهم اللي دبحنك نسمع لك بأخوة وبصداقة فيهم فيهم الإنسان اللي حكي تنعليها قبيل فيهم ناس اللي قرّوك فيهم الناس اللي قدبوك وبكشبش كتكلم بالأخلاق فيهم الناس اللي تعاملتي معاو متن تبيعتي وتشاريتي معاو ملكسبتي معاو مرزيق الحياة تراكوا ديرا فيها الصالح والطالح غير اللي صحيب أن الإنسان يعيشوا واكي ما كان قولوا يتيم ديال الحيين ولا ديال ديال المجهول يعني معايش ما عارف رسوله لا يتيم ديال الحيين باقيين واللي جابوه للدنيا حيين ولأنهم ميتين وخواح الحاجة يلقوبوا را تكلمتي عليها قبيلين في هذه القضية ديال الحمد لله وتشكروا لإنه لا بالعكس الله سبحانه وتعالى أهل للحمد وأهل للشكر في جميع الحالات والله سبحانه وتعالى يقدر ذاك شي اللي انتعشته بوح ديتك ما لقيتش ذاك الروح ديالأبوه أن الأبوه غير شغل ولد هذيك علاقة والدي يعني ديك والده وهدك والد أهل كي الأبوه والأموه يا إحساس يا نوبل يا بورور يا إحسان كيف شقي يعني دوك الأبناء التربوص لأباء ديالهم آآ يعني هدا هدا هو العلاقة مفروض ليتا تكون مبيل الوالدين باش كي دوك الوالدين كي يبرون أبناءهم بجتهما لغدا ولا بعد غدا غدا ديكون كالعلاقة فيها بورور وفيها التحام وفيها إحسان هادشي إن شاء الله قدر ربي اسمحنا وتعالى عودك بالخير في ولداتك علاش الله في الإنسان اللي يمكن تكون إن شاء الله تعالى تكون مرافقة ديالك وتلهمك لكل فضل وكل خير مدام الحمد لله في كاد النبتا ديال الخير وخاص تقصي حادي اللي عشتي لأنه ما كينش فينا اللي ما مقصحش ما كينش فينا اللي شي حاجة دزمنها وما معطباتوش ولكن الإنسان كيتواصل مع الحياة غير نتمنى أن هاد الرسالة ديالك تكون تكون عبرة باش ما ليوت اليتيم باش ممكنش يبدأ دائما يتعرض للقهر وتسائل الواقع ديال الرعاية الاجتماعية وتكفو المجل الأيتام صديقي الفاضيل شكرا لك على الرسالة ديالك وعلى التواصل ديالك كنت معانا على أثير إدعاة أما فهم وحنا دائما على صيلة بكل الناس اللي هما معانا وحنا معاهم في برنامج سمير الليل اللي اعطنا هاد الأغنية ديال الأجوجيل كيف ما قلناه هي كنت تغنى باليتيم حال اليتيم وما قدركم مستمعين الأفاضل ما ليتم وحنا دائما في صيلة موصولة بكل صد المستمعين على أثير إدعاة أما فهم في برنامج سمير الليل تحية إلى كل سهر الواجب المهني على الصلة ديالهم بنا سواء حرص الليل سواء الإخوان اللي فيهم في أسلك متعددة واللي كنت تحليهم يكونوا حدامي بالليل أنتم أصدقائنا الأفاضل السائقي المهنيين اللي كانت مننا وأنه دائما نحققوها ديك القدرة على الرفقة طيلة هاد الوقت اللي كانت واصلوا فيها منذ بداية التواصل ديالنا الليلي أنه كان عارفو كانكونوا مع صدقنا محجوب تيكي منذ بداية الساعات الأولى ديال الليل باش كان نعيشوا يعني الأجواء ديال الطرقات في الأماكن اللي كيكون فيها مع السائقين وتمسلوق السائقين كيعيشوا معنا هذا الأمر وكان بقاهم استرسلين حلال ساعات مع السادة المستمعين من بداية الليل حتى الساعات ما بعدها منتصف الليل ونالك إخوة اللي تيكونوا في المستشفيات في مجل التمريد ومع أنني بغيت نوجه واحد تحية محبة كبيرة بزافة لإخوان اللي لما كان مرة مرة كان ولجي شي مستشفى كان مشي كان لقاه بلي الكتير من الإخوة كيشعروني بلي مع المرض اللي هما كيحسوا كيلقاونا يعني داك الأنس الليلي ودك البلسم على قلبهم وكيكنت من الله سبحانه وتعالى يقاعدوا سادكم أنتم واحد عادة دير المرضى ويشافي أسقامكم الله كما كان قولوا يجعل هاد المبتوليتم به إن شاء الله تعالى لكم أجرى صبر إن شاء الله يوفيكم ربي سبحانه وتعالى إياه وحنا في هاد اللقاء كنتمنون نكونوا دائما مصاحبين لكل إخوة اللي تيكونوا معنا ملتفين من حولنا تلتف حولنا قلوبكم وقلوبنا دائما رحنا إشارة للإشارة وفي الخدمة دي لكل ساد المستمعين متفانيين كيفما كتكون كل أوضعنا اللي كنكونوا فيها الهدف والأساس والرئيس من هذا الأمر هذا هو نكونوا في متابعة وفي خدمة لأسماع كل الساد الأوفية لأتير إدعاد أما فهم السعب العالي من الضربة مرحبا سعب العالي أهلا وسهلا صدقنا الكريم مرحبا سعب العالي بارك المعافي يا صدق قديم عقل شعلي يا والله يا سعب العالي ما زلت وأذكر العديد من المدخلات تيالك والعديد من الأفكار التي تكلمت سعب العالي مرحبا أخي أخي بغيت بوحليك رأى بغيت بوحليك على هذا الأخ يوسف اللي كنت أدرك عليه بغيت نبوحليك عليه حين توفى مسكي نار جمهات توفى وحينت يوسف 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 ماذا كنت يوسف 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 أخوي أخوي اللي تكراه في الدياليز أي لا إله الله رحمة الله عليه عليه صلى الله سبحانه وتعالى أن تكون أخر أحزانكم والله يتعظم الرحمة هذا كل نار اللي غادي يموت مسكي نرى الليل كامل وطي صلى قيم الليل رسول الله الفجار وقال الوالدة قال لها مسكين قال لها وبل من مشي الحصة تكلي الله ولي دي أسير يقول لي هذيك مشى الحصة وعي طولين أقلك رأت توفى الحمد لله تسأل الله سبحانه وتعالى عاية تشكينة بزافة سيمسطافة بغيتك تأخذ نمر ديالي وتعيت لي نتمنى إن شاء الله الحاجة المصلحة العامة مشي علاقه يعني الظروف ديال الرعاية الصحية ولم تكون الإنسان تير عاشي مريد ربما الخدمة الصحية اللي كتكون محنى ياك بالنسبة للخدمة الصحية أخو سيمسطافة أنا ما كنخدرش على الجهاز الصحي على لكل شي رال الصالح والطالح كين في كل شي ما هي حيصان الضعافة كنكونوا تحتوى سوف تتوقع من نفسك ويساعد مريدين ولم تدخل إيضاث التطبيق وليس لديها ما خدد من فيه ألا تستطيع ترغب كيف أجبت هذا تطبيق في الارجانس ومشيت مع أحد الخالي والأمي أنا أعرف أن يكون هناك فوادي لا يمكنني أن أذهب معه المهم هو أن يذهب معه مع العشرة ومشيت معه ومشيت معه هل أنت عنده الحصة؟ لا، ليس الحصة هذا يمكنني أن أدرك أعلان من الارجانس من محمد الخامس ومشيت معه فهمت ماذا يقع؟ أخذوا الدم لترى ما لديه ميكروب أو شيء عندما جاءت أخذت الدم والتيب ديال الدم وقصافي قلت لي ما نغدين إلى اللابراطوار ومشاهدوا اللابراطوار كانوا يجيوا وقالوا لي من الجوجونس تخرج التحالي جوجونس، كاتونس، ربعونس، تلسطونس يك والجوب حاله خاولوا يفاض ما خرجوش التحالي رجعنا الغدلي الشي مع اللي غيموت فيها نشوف باش تعرف بيدنا كان عندهم خاصوا يكون تدخل احنا العمر بيد الله عهي ذاك التدخل كان خاصوا يكون ديرجون لانا السيد عنده ديرجونس يا لارفاش نمشينا لناخدوا التحالي الغدلي وقالنا التحالي لم تشاوش وما عاكلوش عليهم انا واحد ما عقل عليهم بيدنا قل ليهم هادي شي مهزين هاشنا وإحنا عدنا الغراق باش بداية هادو بعض المشاكي الفعلة اللي كانت تعرض علينا حنا كأسرة برنامج انا كارديرجونس قائديرجونس قائديرجونس هانت هي واقع الد34 نرى عمر بيد الله قائديرد cyberEMUD جامعة هي متأكدير هو ما ح 행تم اسلميه ان كان امني بالت Wilmousine اتعaster escmtرك كارديرجونس تعامل مع الدروس مشيتي اتحافة تideك موضع نحن موضع وانا من اجتند اجتن إيش اني كامل لازالث كان يلاقي وهذا هو جزء من كثير من المشاكل التي كانت تعرض علينا السعب لعائلة في البرنامج ولا في الإدعاء لم يكن تكلموا على مشاكلنا في الصحة هؤلاء بعض المشاكل بطبع الحل التي كانت تعرض علينا نعم 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 حتى 2040-04 وإلا الأخوة الكرام اللي كيكونوا معنا في جوج ديال الأرقام اللي هو ما 05-22-30-30-00 وإلا الرقم الثاني اللي هو 05-22-31-33-33 السل عربي من قرسيف السلام معلكم معلكم السلام السل عربي السلام أشترك الله يبلك فيك السل عربي الله يجعل ييمكم مبارك كاسيدي. وانت كذلك تطلع مربش ما تمنيتهم. بارك الله في كاسي العربي. بارك الله في كاسيدي. عقلت على ياسي مستفى. الله يود ياسي العربي. مرحبا. شوكرا شوكرا. الله يود. اه وقال ياسي مستفى واحد من مشكلة له السيد بشهر اللي داز. اهه. وما بغتش ما بغتش تبرد ليه. اهه. قلت نوصلها باش يسمعوها. تتعرفني متبع في مك ناس. اي 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 للمشكل دراسي اخي. اي انت مشكل دراسي اخي. الراس والبروستات والقلب بعيد عليك. اي اي اي. وهودك والنور وكل شي. اي اي اخي. مشيت هالسي مستفى للمستجالات. اهه. باش تريد قلت نسيو. قلقت صوتها لعه 18 عشرات دارو دي دي برا ما شي مشكل. اي اي اي. كان عندي شي وجع بعيد عليك في الكرش. اي اي اي. تخلت عن الطبيب. اهه. كاعرفوا نسمع العطي بلاك التغيرهم كل شي والمجزان فيرمي. نعم اخويا. اعطاني واحد الحقنة. اه. تخلت هالسي مستفى وحد الفرملي. انا عطبالي فرملي هو. مشي فرملي. اه. اه. اما في كايدورت فمه بالطابلية. ما كيخلي حتى بلاسات فمه. اه. اه. قل لي اسمو عندك عمي العربي. فين اي تشي في جرسيف نيت. جرسيف الني سالسي مستفى. وانت في جرسيف معروف عندهم لانا كتير. انت معروف. انت سنوات سنوات انت ساكن عندهم السبيطار انت يا. معروف معروف من السيكوريتيت سالسيد المندوق. اه دا مكانية. الله يجزيهم بخير. ايه. 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 كيدر معي اكثر من جودة السمستفى. ايه سيدي. دخلت هالسمستفى قيدلي لك الحق للطبيب الله كتر خير وخيرك. اه مين اسيدي. دخلت مكان القاتل ما غيرك سيدي انا قلت كان شوفه بالطابلية سما. اه. اه. نعم اسيدي. وده بس بطبا شباباش بغيت نعودها لك. اه. لحكاش ما بغيتش تبرد ليه مني مغي نعودها لكم ده بغيتش تبرد لي شوية. وخاسيدي مرحبا نسعر. وربين لي شاهد على ما اقول. لا اله الا هو. ادخلت قال لي اسمه عندك عمي العربية قلت لولي دي عندي واحد ليبرا. اه. قال لي اعطيته الورقة. اه. قال لي اقلب في المجورة السمستفى ملقاش. اه. قال لي كان واحد ليبرا بحالها. اه. اه. وما ادرك من مساجرة دي القاسفة السمستفى. انا ما عارف والو. انا غنقول لك. اه. طبيب واحد. اه. العمالة كلها وجود الفراملية تلاتة. اه. واحد ليش دي حما السمستفى. صعيب 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 صعيب. واحد شي ما ما يتصورش السمستفى. اه. ما يتصورش. اه. اه. ملقاش دا كليب رجال لي عمي العربي كان بحالها. ايه. دا بنا القطيبة قلت كي عارفوني القدام من كل شي وانا اجدتهم اللي جو كي عارفوني. ايه. واحد جوجي باريا السمستفى. كيدلوني الحساسية كيدا بغيت تقول كي شوكيوني. ايه. مقي دالي واحد طبيبة. جبط البورتابل قلت لولي دي عندك ديلي شي واحدة منها دورهم كي شوكيوني. قال لي اللي ما تخافش عمي العربي. دال لي واحدة منهم السمستفى. ولكن ولكن كيفاش عندك ديلي وحلا. انت باش عرفت بللي هادو اللي كي شوكيوك. قيدتهم لي الطبيبة المشترجات. درتهم واحدة الوقت. وش داروا لي حساسية. حيدتهم ليك الطبيبة. نعم قيدهم لي الطبيبة. دب انت مني. دب اني ورّك. مني ورّك هادو وقل لك ودعمي العربي رعب حال هادو اللي كينين. انت قلت لي ودي هادو. راس باق لي استعملتهم. والطبيبة حيدتهم لي لأنهم داروا لي الحساسية. لا. قال لي دك لي براي لقي لك طبيب ما كيناش. اي. كان وحدة بحالها. اي. اذا بغي تذكرت السمستفى ممكن انا تشمد سانعة تبالي فرملي هو مش يفرملي. غير ما مش يفرملي بالدبلوم مع الدولة ولا مع المجلس الاكليمي ولا. اه. غير دفعش يجمعية لسمة. مش كيلة هادي. استاجير زعماء. اي. انا اضر معاك السمستفى انا غير اعود لك. اي اي اي. استاجير. بحال دك شي بحال سميته انا ما فهمتوش لي حدي الان ما فهمتو. واخ انا اعود ليه باش نستعمل زيان هاد القبول. واني اش بتلو ذاك الورقة و بتلو دي انا ما عندي شهد. قلت لها دي برا ما كيناش كينة اختها الزعمة. اي. اش بتلو انا ربورتاب لاندي جوج مقيدين. اي. بتلو هاد جوجي باري. عندك تديرهم ليه. اي. شاء فو ما السمستفى. اي. دار لي وحدة منهم. اي. دار لي قدية اكثر منهم. هاللي. اه حدى من. اي. اه. اللي ورية قطلوك يضروني. اي. دار لي وحدة منهم السمستفى. اي. اي. جيت السمستفى من الصبتار. دارتهم مرش الموتور جيتهم الكهوام. اجلست السمستفى ما كاملاش كاكا والحكاب داتني مرش لي ملتحت. اي. اي. نقطة السيمسطافة في البلاس رحكاش دابان عندي الامرات بزاك كان حص فراش ابني كان تكون عندي شي مرتاصل دابا كان عبر الراس يا السيمسطافة غيب اسميتو كان ميش اللباري كان قول راش هل عندي كيرقاع مشيت هالسيمسطافة وسمح لي انت داير تلقي حد ديالك كاملين واكمل ستلات هالسيمسطافة انا معت تلقيح حقا لك عقل فاش ادرس معك فاش كنت نسكن اعصب الجنح ديالكورونا ايا انا ما صلت انتفكرك لآ فاش دية دوها السيمسطافة اللي خرش للدولة انا اسم اول كان دية دايدي طقيقا اه وليت هانت البقلها طقنيق اه يا اللي اسمفة عندي خلو فلان بتدليل يبرا عجيم قولك يا هاهد من شي متطوعين كان السيمسطافة لا fantastic اه هذا مش متطوع هادو معندوا شي نيفو مستوى ممكن عندو التربة زیامل الكاتریامانيا السيمسطافة لن يتزالي بريل كيد الروني وداردي واحدة منهم وشقاري هذا السنتفه مقراريش وكان وجلو التحية من هاد منبار هذا كان وجلو التحية اللي كان بشهر بشهر خمساء في لوسيز لوسيز بالليل وان عندي الرندبو 17 وشفى العسكري كان وجلو التحية ووالطور تمريدية ديارو لوسيز 5 2022 لوسيز 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 السنك 16 ماي 16 ماي في الليل الله يكترخيره من هاد المبار هدي وكان حييه كان حييه السمسطفة كان حييه نظم السكن بالزربة دخلني دارلي الأكسجين دارلي باشي الأكسجين عسين لك يعبر في الصباح السمسطفة دارلي لطباري التنسيو دارلي واحد اللي يبرى الله يكترخيره زعمت ضدك الحساسية شوية السمسطفة دابعنا عايش في الصباح السمسطفة كان عارفت دربات القلب شحال كان عارف التنسيو كان عارف ذاك الأكسجين شحال فلابباري ديال مستعجلت شوية السمسطفة التنسيو بدا يهود كن عدر معاك السمسطفة كله عنده الخبار الأكسجين بقى هوود دربات القلب قد تتلع زيارت السمسطفة حسيت برسيسة في غادي حسيت برسيسة المهم كان هود بشوية عيت البنية قلت لجريبنيتين تسامحوا يتلخوتي يجريين تسامحوا يجالاتو الجير وصبتار مقلوب علياتنا من السمسطفة حتى الناس اللي ما كان معروف كل شي قلبوا علي الشمبر ديال دي شوكاج دي شوكاج ولكي وش كي يقولوا ها ديال العينة ديال سنتو بيت خاطر شوية السمسطفة التنسيو بيختصار كنغيك اختصار لك استعجل السمسطفة عرقت واحد العرقة دخلتني الراحة ديال الموت تنسيو شخارو سليا السمسطفة استعبعة اه الاكسجين هودلي الخمسين اه الدربة ديالقلب طلعت المية وعشرين جاب طبي مسكين ما فرقنيش جعل عندي مسكين بقيدي اللي يدوها الكثافي ما تموتش السلعب ما تموتش وطلو لس الطبيب غادي الموت وراها بداتني وشتوتش بتدرفوش همسكينة السمسطفة يعني الله وهد العوشرة بتدرفوش همسكينة زي ما أقلمتوا بزاف والناس ما لا سيكوريتي والممور ريدين سأل لمولي ولا الموت العاديين سأل لمولي بزاف اه سأل لمولي لا اشتلموا صافي شدتني اه شوي عيتوا الانعاش شجاب البالون داك الاكسجيل الاستيناعية شجاب هادي شجاب هادي شكادي اللي بريفاديد شكادي اللي بريفاديد شوي السمسطفة صافي متصافي قطاع ليس مشيت شوي عادي سنر الله تعالى وتبرك الحمد لله والشكر لله ربي خياني بعد ما بغير تسني لك السيد لاح ولاح ولاح تنظر معاك السمسطفة والله شاهد على ما أقول السمسطفة اه والله شاهد وفي نوى المآل دي لهادي السيد اللي كانت بمخدم السبيطار ما فهمتش أنا كيفاش ما تاخدوا الدماء مش حالاته انا عايش في المستعجالات والله ما عارف تشكون دخلوا الاسماء ولا اسموا كادير ولا أقسموا بالله لو زلما ما بقيتش عارفتي خباره ما تم ما بقيتش عارفته لا لا باقي كادور تسمى السمسطفة وفي الثالي قعشت الطابلية ديره في الدهار دياله اه شي شبعية كده كده شي لما نسميها السمسطفة ركنا تعرف اللي كاين والطبيب ما درتش إجراء ما منه رفش قلتي له يا السمسطفة سمو نقول لك لو لا لو لا الأطاف الإله يدك الليلة والطبيب ولا المدير دي اللي مستش فاهمت ما كانش بخبار والحالة دي اللي الواقعة اللي طرت عنده اه دبا السمسطفة سمو نقول لك كل شي في خبارهم مش كل ما يسوقش الخبار العربي وقاذ فيه شي حاجة ولكن ما حسبي الله ونعمل وكل في دك السيد وصدقوا لها من الله صد ما بلا ما ندخل اقسموا بالله العليل عذي ما السمسطفة مع ذاك الطبيب اللي كان مسكين بيرمانس داك الليلة اقسموا بالله السمسطفة اه على حساب العقل دي اللي ونا عايش في المس شفايات نعم هداك السمسطفة سو يترقى اه دبا الناس الناس السمسطفة اللي حاضرين تلنا اه بيلو ليس العربرة غير بيطولك العمر والطبيب طبيب يعني بدلجوة دي اللي ورقبك وتبعات سمسطفة دبا السمسطفة المشكل وش موطنس يسترب عكي عيش حد انت شمتي ريحت الموت داك شي باش عارفتهم ملجوة دي اللي بدايتني وعرقت السمسطفة ودخلتني الراحة دي الموت وقفت لي السمسطفة اخوية هنا وقفت لي في قرجوما ديالي ما بغت تخرج ما بغت تولي انا غادي ان شاء الله بحول الله نبغي انطمئن دائما عليك السي العربي وشكرا اللي